إجعلنا اليوم نبدأ بوزيرة العدل ليلة جفال اللي استقبلت البارح عدد من المبلغين عن الفساد اللي يترحوا أمامها عدد من مشاغلهم وخاصة في علاقة ببعض الصعوبات اللي واجهوها بمناسبة قيامهم بالإبلاغ عن بعض الممارسات اللي يتمثل ضرب من ضروب الفساد والإضرار بالمصلحة الوطنية والمال العام في عدد من القطاعات أكدت الوزيرة على أهمية حماية المبلغين عن الفساد وضرورة تكريس ذلك على أرض الواقع طبقا لما يقتضي تطبيق القانون وانسجاما مع خيارات الدولة الثابتة في التصدي لكيفة مظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام والإضرار بالمصلحة الوطنية العليا تبليغ عن الفساد هو نظر ما فما قانون معناها يحمي المبلغين عن الفساد لك منعرش هنا معتنطوه مصالحولي في حالة استثنائية لما تكون رشوة وتبلغ عليها تجم تلقى روحك مثلا أنت زاد في مشكلة صحيح ولا ليه كان مشارك معناها في عملية الرشوة كان أنت بلغت وقلت راه وتلب حد عليها رشوة ومعناها القانون واضح معناها وروحا ضيما وعليش معناها إنسان ينجم يلقى وروحه في مشكلة إذا كان بلغ عن الفساد لا هو أغلبية المشاكل راه وخاصة اللي يتيحوا فيها المبلغين عن الفساد هو أنه باش من باش من نتهمه حتى حد فما الساعات الهوية متاعهم لا تتم حمايتها كما يلزم وساعات كما نعرفه نحن في الشركات وفي الإدارات الكل معناها من نجم تحسر منين خرجة المعلوم نجم عندك هكا والناس هذوما يتعرضوا لهرسلة ويتعرضوا لملاحقات ويتعرضوا لنوع من العقاب الإداري في الإدارات اللي يخدموا فيهم على خاطرهم مبلغين عن الفساد وهذا ما يمنعه القانون بصريح العبارة حماية المبلغين حاجة مهمة جدا في مسألة مكافحة الفساد وما تنجمش يعني تخدم الخدمة هذية بدون الشرط الأساسي كان في وقت من الأوقات عندنا هيئة وطنية لمكافحة الفساد واللي كانت متكفلة بالمسائل هذية وكانت متكفلة بحماية المبلغين وكانت تتابع وصارت على حد علمي صارت أنه فما قضايا تحلوا وفما ناس الناس اللي تهرسل المبلغ عن الفساد تم عقابهم أيضا وتحلت فيهم قضايا وكانت فما خدمة تتخدم في المسألة هذية اليوم ما عادش فما هيئة وقلنا خاطر الهيئة ما نعرفوش عليها الهيئة هي متع الفساد وهي مشبهية وما عادش هيئة وتسكرت وما عنا عليها حتى معلومة بنعرفوش حتى الدوسيات الكل اللي كانت تباشر فيهم الهيئة وين مشيئ واشنو ما قالهم واشنو بشي يصير فيهم ولكن بصفة هكا بصفة عامة باهي أنه تكون فما لفتة من قبل الحكومة للمبلغين عن الفساد وخاصة لضرورة حمايتهم من كل أشكال العقاب والهرسلة على اللي قاموا به الحماية هذية كيفاش تصير الحماية هذية يعني في أي مجال ما عناش لحقيقة تفاصيل وانا ما خبيش عليك هاجر انا كنشوف كنشوف أي مسؤول في الدولة يعني يدعو إلى تطبيق القانون ويدعو إلى ضرورة تكريس ذلك على أرض الواقع تبقى لما يقتضيه تطبيق القانون كانوا نشط في المجتمع المدني وفيد مش هو هنا نحكيه على وزيرة العدل في عدد لا يحصى من المناسبات رئيس الجمهورية يدعو إلى تطبيق القانون أنا ندعيه معاك إن شاء الله يتطبق القانون تحسوا مبنين المجهول الفعل من الفساد ونحكيه على الهجرة عنا مديدة ما حكيناش على الهجرة احنا نكون كل يوم هنا نحكيه على قانون الهجرة الفرنسي في الإطارة ذي نتقرسني باسم المنتدى التونسي حقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر يقول أن قانون الهجرة الفرنسي الجديد يهدد مصالح المهاجرين التونسين بجميع وضعيتهم النظامية وغير النظامية وأشار في تصريح الشمس فامي لأن القانون الفرنسي الجديد يهدد جميع المهاجرين التونسين المتواجدين على الأراضي الفرنسية سواء إن كانوا مقيمين بطريقة قانونية غير نظامية ويرى أن المهاجرين غير النظاميين بشيواجه مستقبلا صعوبات في تسوية وضعيتهم قانون هدايا لم يجد طريقه إلا بأصوات اليمين المتطرف في فرنسا واللي فرض فيه عديد النقاط. القانون هذا اللي هدد مش فقط المهاجرين غير نظاميين بل أيضا حتى المهاجرين موجودين في وضعية نظامية. واللي يشمل نقاط أساسية كما منظمة الحماية الاجتماعية في فرنسا اللي أصبحت مش تولي فيها شروط كبيرة على المهاجرين من غير ذوي الجنسيات الأوروبية إضافة إلى مسألة الجنسية لأطفال المهاجرين. مسألة لم الشمل الأسري واللي هم أيضا المهاجرين التواسة. مسألة سحب الجنسية ومعناها مخالفة قيم الجمهورية الفرنسية وهذا ربما شعار فطفات. تجريم الإقامة غير نظامية في فرنسا هذي الكل معناها نقاط تساهم في تضييق الخناق على كل المهاجرين. واحنا اللي همنا أكثر هنا مسألة المهاجرين التواسة واللي موجودين في فرنسا سواء في وضعية نظامية ولا وضعية غير نظامية. لأن سلطات تونسية للأسف تتعاون بطريقة غير محدودة مع الجنب الفرنسي في مسألة ترحيل القصري للمهاجرين التواسة من فرنسا عبر رحلات سموها رحلات خفية باعتبار رحلات هذه معناش عليها حتى معطيات على عددها على عدد المهاجرين اللي يرحلوهم واللي تنت في فترة الأخيرة عبر مطار طبرقة قانون الهجرة صارت فيه دجا هي صارت فيه مشكلة في فرنسا ووزير الدخلي الفرنساوي دغمنا قدم استقالته كما تعديش المرة الأولى القانون يرفضها ماكرون الاستقالة وقالوا تقعد أنت والوزيرة الأولى وتلقاو حل عود ورمضان بن عمر كان يحكي على اليمين المتطرف في فرنسا كان مشكين يعني صارت هنا اليوم صارت بين اليمين المتطرف واليمين اليقرب يكون أكثر في العادة للوسط من عرش أما ما هوش كان اليمين المتطرف اليوم اللي كان طرف بش تتعدل القانون هذا ماروين صحيح ومش كان اليمين المتطرف لكن من الواضح أنه دون اليمين المتطرف ما كانش يتعدل كانت كانت يعني في المسألة هذية ومن ناحية أخرى ما ينزمناش نتصوره وأنه الاستقالة دغمنا حركة شجاعة ونبيلة لا لا كان يعرف يعرف أنه ستتم سيتم رفض الاستقالة متاعه ما كانش يعني مهدد في المسألة هذية لأنه ايمانيويل مكرون هو اللي كان وراء القانون هذية شجعه ودعمه وعطاهم حتى عطا حتى الحكومة قبل آخر العام ويزم يكون القانون هذية متعدي هو روى نيكولاس ساركوزي حاب يعدي قبل رهو قانون على اسقاط اسقاط الجنسية اللي هو حاجة مخترة برشة حاجة يصير فاشية وما نجحش لكن هاو مكرون نجح طوى تعديت بالضبط نجح اين فشل ساركوزي وعدا قانون معناها اللي ما كانتش حتى اليمين المتطرف ما كانش يحلم بيهم عمل فرانسا بصفة عامة نحن في مهمنا فرانسا بصفة عامة يعني تواصل في قبر كل ما ينجم يكون عنده علاقة بموروثها في حقوق الانسان وفي القيام والمبادئ الانسانية والحواج من نوع دي فما حازب فما حازب انا انا فما حاشتين شوكيوني معنا فهو سعيب بشن تشوكي الحقيقة اه اما في المسائل في المسائل لذي اه فما فما اقتراح رزماه ما تعداش اما اقتراح يوريك اه سامحوني في الكلمة الناذالة اه اقتراحه اسمه معناتها الاعانة الطبية متع الدولة معناتها كانت عديت هذية اي انسان في وضعية غير نظامية في فرنسا نجمه من ديوهوش نجمه خليهو يموت من تحت الحيط هاي هذي فرنسا العظيمة والحاجة الثانية هي الكوسيون اللي 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 وليت مطلوبة على الطلبة اللي يحبوا يمشي ولي يحبوا يمشي يقرؤوا في فرنسا على اساس معناتها فرنسا والقراية وفي فرنسا جنة معناتها ولا حاجة ولا حاجة عظيمة معنات حتى حتى بمعنى التفكير نجيبوا الكفاءات ونقريوهم عننا نحن ويخدموا عننا نحن وكذا سخيفة للمسألة معناتها بشي واصلوا راهو بشي واصلوا يخذوا اللي حاشتهم بي لا يخذوا اما انا نحكي على الطلبة اللي موجودين في العالم مش نخزروش من منظورنا نحن طلبة الموجودين في العالم ولي عندهم موارد مالية معينة مش لازم تكون عالية برشا النجم يمشي لامريكا النجم يمشي لانجلوتير النجم يمشي الفرنسا زادة النجم يمشي الكندا النجم يمشي في العالم يقرى فيهم جي فرنسا تعمل الفضيحة هذي والفضيحة هذي هي انه اي طالب بش يمشي يقرى في فرنسا يحط كوسيون. والكوسيون هذيك اسمها اه اسمها معناتها الكوسيون هذيك هما فلوس يتم تجميدها عند الدولة الفرنساوية باش نمولوا بها عملية ترحيلك لو لو لازم الامر. اي. لو كان انت ما روحتش معتاك. اي. وعن ترك ترحيلك باش يتم بفلوسك. هو اي. وشوف النظرة معناها اللي تتعطاع للطالب الاجنبي معناها. اي. الطالب الاجنبي اللي ماشي الفرنسا ولا ماشي. طامعة مثلا في دانكيرك باش يعيش فيها. شوفك شوفك الواحد. شوفك الحلم. ايه الحلم العظيم. بعد حويج اه لحقيقة اه ساخيفة نجمو نقعد ونحكيو عليه برشا هالا هالقانون هذي لانه من الحويج اللي عمرها ما صارت في السابق هي انها تهدد وجود المهاجرين النظاميين. معتا والاخرين لكلهم. كانت دي ما فما هكا محاولات على المهاجرين غير نظاميين. خاصة لهم الشأنوا اسقاط الجنسية. اي. معتا تتوى لأول مرة دخلت دخلت مسألة المهاجرين النظاميين اللي باش نعاود ونشوفوا وضعياتهم بالنسبة بالفرنسيس. وحتى الاوساط الاوروبية هاجر اللي فيها معناها فيها برشا ما 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 تراها في المسائل في المسائل هذي الكل هم متفقين على انه القانون هذي من اقسى ما فما في اوروبا فيما يخص الهاجر. اه معنات هال هالفرنسا هذي شوف شنوها انتجت وشنوها ماشية من ناحية تسكير الباب على روح. انتو كا ما هيش البلاد الوحيدة يذولي اليوم اللي قاعدة المعطا الفيغ ماشية لليمين اللي معنطا بيه بيتطرف كبير فرنسا. اه مازلنا باش نحكيه وعلى شأن السياسي وعلى زد شأن الصحي. اه مقبل نسمعه عناوين الاخبار بيتولي. باش نحكي عليهم ستة ونص مع سهيلة الصمع وبعد ايكوسبور مع اسليم مدب. رجعنا تسمو فينا حتى للسبعة متاع العشاية هيدا لما اكس برايس وباش نحكيه وعلى الشأن السياسي وعلى اه حركة النهضة وتصريحة على الانتخابات اما مش الانتخابات المحلية الانتخابات الرئاسية. الشأن السياسي يكشف القيادة في حركة النهضة بالجاس محسن في تصريح الديوانة فيمن وفي صورة ما تم تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت اشراف سلطة الانقلاب وفق قوله فانو المعارضة ما هيش بش تشارك في الانتخابات اذي لانها تعتبر انو مشاركتها في الانتخابات هو اعتراف بمسار الانقلاب وشرعيته وطالب بالعودة الى المسار الديمقراطي وارساء هيئة مستقلة فعليا للانتخابات على حد تعبيره. واوضح بالجسم محسن انو الديمقراطية لم تكن مغشوشة تيلة العشر سنوات الفارتة وذكر بانو الفترة المتراوحة بين سنتي الفين وتسعتاش والفين وواحد وعشرين في اشارة لفترة البرلمان المنحل شهدت اكبر عدد ميناء القوانين اللي تمت المصادقة عليها ونشرت بالرأد الرسمي تلك الالوان وكل تلك القوات واللي مناتها وصلت نيدا تونس لتركيبتها الاساسية من المنظومة القديمة للحكم بعد مناهم ثلاثة سنين اربع سنين رئاسة الدولة ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة عند نيدا تونس يعني معقولة الثورة كانت تسيئة بإمكانها هي تغير ولا تزيف ولا تزور وكذلك من الانتخابات البلدية المأساة الان ان ضربت الديمقراطية عوض ان يقع اصلاحها عوض ان يقع اصلاح المسار ضرب المسار تماما اما سهل الدفاع اللي كنت نسمع فيها انا الان المأساوي ان كما قالك الواحد يكل الحكاية متاعت يكذب اشعب وصدق الكذبة متاعه انا واحد يقول كلم ويصدق معادش ياكل هذا عند شاب تونسي معادش ياكل معادش ياكل انك تتحدث على العشرة سنين احكي على السنتين يا سيدي العشرة سنين هذوك سيئين سيئين تماما ارتحنا هالسنتين هذو ما صار فيهم ماذا وقع البرلمان هذية ماذا قام به ستفاجأ ان ما ثم حتى برلمان في تاريخ تونس صادق اهل القوانين اللي صادق عليها البرلمان هذية فسنتين العشرة سنين الاخرانين ما كانوش ديمقراطية ما كانتش مخشوشة بوه هي نظريا صحيح ما كانتش مخشوشة صار فيها فيها انتخابات تأسيسية ثم تشريعية ثم اه رئاسية لكن صحيح معناها فما ناس ما فهمتش اللي ما زلت كيف صارت ثورة والمعطة فما ازمة كبيرة ما بين المواطنين والمعطة والناس اللي في الحكم وكأنها معناها ما ما معتبرتش معناها من من الشعب اللي انت فض على ديكتاتور معناها قعد مش اي ديكتاتور تلاتة وعشرين سنين في الحكم فمعناها تصرفت وكأني معناها لقا تروحها في الحكم بطريقة طبيعية مش مش بثورة يعني منعش كن نجم نقوله ديمقراطية مخشوشة لكن نجم نقوله لي كانتش ديمقراطية مية في المية منعش هو لو شوف اه بقدر ما الوضع الحالي اه عنا برشا ما نقوله فيه هو يعني المشاكل اللي موجودة على جميع المستويات لا تحصى ولا تعد منها ومنها عدد من المشاكل اللي تعمق ولكن هذا ما يعنيش باي حال من الاحوال انا كنا قبل هذا في وضع وردي ولباس ما كانش وردي لما قلت انا ما اسكناش بقوله ديمقراطية مخشوشة لي لي مش نحكي عليك انتي وانتي بتبيعة الحال ما مش هاك ولكن اه اه بتبيعة ايضا الديمقراطية كانت مخشوشة في هال في هال العاشرة سنوات هذي رانا ممكن ممكن نحنا الذاكرة متاعنا مهيش اه مهيش قوية خاصة في المسائل في المسائل هذيه لكن ارا وزينا بتعرفهم مليح المسائل هذي لانها غطات الشأن السياسي وغطات خاصة الانتخاب الانتخابات المراحل الانتخابية هذي ياخي ما كانش فهمه فلوس الدور مش نكذبو على بعضنا كانت فهم كان عنا مواطن مترشح لرئاسة لرئاسة الجمهورية عنده مشاكل مع الديوانة كانت تفكروه كان يخدم قبل في الديوانة كان عنا مترشح اه جند قناة تلفازية وجمعية خيرية لفائدة الحملة متاعه المسائل هذيه فمقوانين تعدات بطريقة مشبوهة جدا ودايار من المضحك ومن الغريب انه اللي دافع على هالفترة هذيه يدافع عليها بنفس الحجاج متاع الفترة الحالي الفترة المتراوحة بين 2019 و2021 شهدت اكبر عدد من القوانين اللي تم مسادق عليه بالكيلو هي معناه كيما قاعدين يعملوا النواب متاع تاوا كيما قاعد يقول سيبراهيم بودربانا نفس الحديث بالضبط رأوا من اللي بدينا ونحن رأوا شوفوا قداش عدينا من ساعة وشوفوا قداش عدينا من قانون ورأوا مش هكا تتحسب الامور رأى يعني ايه معتها كيما انت قلت معتها انه الفترات زوز اللي سابقوا طواقع دين معتها يحسبوا بالغالط جسد على نرجع لحكاية ديمقراطية مخشوشة والامثلة اللي اعطيتهم انت اليوم نيكولا ساركوزي ملاحق معناها في ملفات فساد وخاصة معتها في الحملة الانتخابية متاعه اللي تمولت من عند ليبيا وجزء منها واليوم معتها يقف قدام العدالة ويقف ايضا قدام العدالة اللي انه حاول انه يسكت معناها المتهم الاساسي متاعه لونك زادة فرنسا ديمقراطية مخشوش دوسكا في جزء كبير من العالم الديمقراطية مخشوشة اليوم معناها بدرجات متفاوتة بتباعة الحال ولكن ايه على كل حال اللي كان موجود في تونس ما نجموش نحكيه على الديمقراطية رو شوف اذا كان خطر خطر كل واحد هي مسألة الديمقراطية هي مسألة نسبية وبالتالي كل واحد وين يحط كل واحد وين يحط مستوى الديمقراطية المقنع بالنسبة لي نسبة ليانا اي بالنسبة ليانا وانه نمشي للصناديق مرة كل ندرا قديش ونكونوا متهنين انه اللي بش نحطوه هو اللي بش يخرش وانه وبالتوازي مع هذايا عنا شبه حرية او حرية اكبر ببرشة من اللي موجودة توا في النقد وفي التعبير ونعملوا مظاهرة او اللي تحب انتي هذا يرى ما يكفيش بش تكون ديمقراطية بش تكونوا واضحين حاجات بهين حاجات كانوا موجودين صحيح ولكن هذا ما يعنيش وانها كانت ديمقراطية مثالية او انها كانت لا لا كانت ايضا بالرغم من هذا كانت ديمقراطية مغشوشة صحيح انه توا المقاومات هذية تمست بطريقة كبيرة وبطريقة يعني سيستيميك معنى مثلا النظام هو اللي عامل استراتيجيا في المجال هذية وهذا حاجة خايبة برشة ولكن رغم من نساوش زادة اللي قبل كانت فما برشة فلوس الدور كانت فما قوانين تتعدى بطريقة مشبوهة جدا كانت فما كذب برشة كانت فما سفاها برشة وكان فما استهبال ويعني احتقار لعقول التوانسة ولعقول الناخبي نحنا اللي تقاللنا خطان متوازيان نحنا اللي شفنا انه الحزب بتاعنا بالقروي وانا بالقروي في حد ذاته صحاب برشة طلعوا هو طيار الكرامة طيار الكرامة هذا الكل را ويندرج في اطار الديمقراطية المخشوشة را لكن على الاقل كانت صلاط مفارقة كانوا يلقاوا كيفاش يكون تغن معناها تفرقة الصلاط في بتحالفات معناها ابريد غير غير عادية برش غير عادية هدايا هدايا نوع من انواع الغش هدايا نوع من انواع الغش انا شوف انا ساعة راو هاجر هال يعني التمرين متاع مقارنة الفترتين بالنسبة ليانا راوا ما عندوش معنا ساعة انا ملول عندهم بعد خمسين سنة اخرين توجيهوا المؤرخين ويقولوا رايتون سكنت هاكا ومبعد ولد هاكا انا هلي خير اه نحنا تاوى مناش نحنا تاوى مناش في الوضع هدا بكل عشرة سنين ما يوزنو حد شايف التاريخ لان ما يوزنو ما يوزنو ابسو لماريا والمشكل الاساسي هو ان وهذا اللي ممكن يستحق الدرس ويستحق التركيز هو كيفاش عملنا نحنا كشعب وكمجتمع باش في ظرف هال الاثناشن سناء ولا تلوتاشن سناء الكل على بعضها كيفاش وصلنا لهال لهال مستوى من من التعب الديمقراطي كيفاش وصلنا لهال مستوى هدايا من سامحوني في الكلمة بيعان طرح استقالة استقالة تامة من الشأن العام اللي حبينا ولا كرهنا حالينا عليه عينينا عنا مجرد اثناش ولا تلوتاشن سناء كش وصلنا للوضعية هدايا كيفاش وصلنا معادشن ما ما يقلقوناش معانتها المساس بالحقوق والمساس بالحريات والمساس بالناس والطالة ما الضرب ما هوش فينا ما ما يقلقش مثالش هاي براكنت خميش جديدة المعطة هاي دراه قديمة اي اما رو تبدل جاد بريود اللي تبدل فيه جاد بريود اللي تتفكر وقتها الهان نعطيك نعطيك مثال ولو انا راني ضد ما صار وقتها تفكر قانون المصالحة اللي كان قدموا باشي قايت سبسي تفكر كل ذلك الحوار والزخم الاجتماعي هاي بالمظاهرات بالبلاتويات كله مع بعض اه ما شفنا منه حد شايف مرسوم الصلح الجزائي بينما نحكيه تقريبا على نفس نفس التصور المبدئي على كل حال معانت انت يفاسد ديش ان تسامح و بش ناخد انه عندك فلوس السياغ والوحدة تتبدل ولكن على المستوى المبدأ تقريبا نفس الشي تعدى معناها بكل بكل سلاسة فيما عدا بعض الاصوات هكا اللي قالت يا جماعة قاعدين تغفصوا لهنا هكا الحركية هذيك وهكا الروح اللي كانت موجودة في المجتمع التونسي هذا تسألي في اين ذهبت هل نحنا معناتها هل نحنا موجودين لهنا باش نشدوا الصفوف على الحليب وعالروز وعالقهو وعالتاي هذا هو يعني المواطن يعني المواطن التونسي توا اصبح يعني مختزل في في ورقة انت خبية لا لا في حاجيات ومتاع يأكل ويشرب ماء وضون هذا هو معناها رجعنا للعصور البدائية اللي حبيت نقوله نجمو نجمو نجيبوه معتها السيد معتها بالقاسم احسن اللي قال معتها ما كانتش مخشوشة انا انا معها انه نقول ما كانتش مخشوشة انت تقول مخشوشة معناها انا نقول بالنسبة لي انا ما كانتش مثالي لكن مخشوشة كلمة كبيرة لكن نجمو جبوه قلوكم استنزفتهم يعني هالشعب والطاقم على الشعب في عاشرة سنين اللي خليتوه كما قلت انت لهم تسعين بالمئة من الناخبين مستقلين يعني تماما غايبين وطوك احنا مزانا باش نحكي على القوانين قالك برشا قوانين ما المرهي هذي في الصحة مجلسنا بالشعب صادق في جلسة معقدها اليوم بحضور وزير الصحة على القانون الاساسي عدد اربع وخمسين لزنة الفين وثلاثة وعشرين المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين تونس والصين حول ارساء في رق طبية صينية وذلك بموافقة مية وثمنتاش نائب وتحفظ سبعة نواب ورفض نائب واحد وفي رده على تدخل النواب اكشف وزير الصحة على مرابط ان البروتوكول الممضى بين تونس والصين الشعبية بخصوص تواجد اطباء صينيين بتونس لن يعوض الاطباء تونسين ولن يساهم في هجرتهم التعاون هذا والاتفاق بين تواجد اطباء صينيين بتونس روما عنده حتى دخل بهجرة وما هوش هو اللي بش يعوض هجرة الاطباء بالعكس هجرة الاطباء نحن منكبول وتواني نخدم مع بعضنا التشريعات لحماية يقولن مش لمنهم لحماية فأكد عليها روه هي رتكول التعاون صداقة بين الشعب التونسي والشعب الصيني فهي مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية موقعة بتونس بتاريخ 24 جول 2015 أوضح وزير الصحة أنه للبعثة بش صهم في علاج التونسيين باعتماد الطب التقليدي الصيني وأضاف أنه الطباء الصينيين بش يعملوا في عدد من الجهات الداخلية في تونس فم منذ سنة 1994 في الوخز والإبار ومؤخرا تم تدشيل في المرسى المركز الطب التقليدي التونسي تم استقبال فرقة طبية الصينية للسنوات الخمس المقبلة 2021 2016 يوم 7 ديسمبر 2021 بمعدل 38 تبين موزعين على ولاية تونس غفصة جندوبة وسيدي بوزيت ثم السؤال قال فمش الإمكانية يمشيوا للمناطق الآخر ثم حتى مشكل لكن ديما رو المبدأ رو ما همش بش يعوضوا أولادنا الطباء كما احنا عاولنا إيطاليا في مارس 2021 في رق طبية هذه معتا في مقامة العلاقات التونسية الصينية دونك الطب التقليدي الصينية وشبيه الطب التقليدي تونسي معتا سؤالي معنا 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 ما عارفش قاعدة نسأ لا والله لا والله الطب التقليدي الصينية ما اعترف به في برشا معنا ما كنت بقينا ما هوش ما جعول بشي نفس الطب متاع اليوم يعني طب المتقدم ما مروي خاصيته فد جنا من المقدمة اللي عملتا هنا والله انا ما عنديش ما عنديش خبرة طبية في المسألة معنا نعرف التب التقليدي الصيني ما يعتد به في العالم صحيح اما كما كنا نحكيه في نتسائل حول مدى مقبولية التب التقليدي الصيني عند الحاج الفيتوري في البشرة نبر معنا مثلا وإلا عند وإلا عند منعرش زهرة في الحام مستينس بدوية معين حتى الطبيب ماذا بها متبدلوش نتسائل على المسألة هذي مع العلم مع العلم كميام انه معمول به في تونس منذ عشرة سنوات انه جيوا اطباء اجانب صينيين في عديد في عدد من المناسبات كان في وقت من الأوقات الروسيين ايضا نحكو على كوبانكتور وعلى برشا معتا النوعية هذي متع التعاون موجودة يمكن ايضا الطبيب الصيني من انه كيروح للصين يقول هم رأني كنت في الادغال ولا كنت في حاجة كنت في بلاد زيبة ياسر حتها في تولي حاجة تولي حاجة كبيرة لكن في جميع الحالات هذي من شأنه ايضا وخاصة بشي رجعنا لوضع الصحة في تونس ولوضع الطبيب التونسي في تونس نحكي على الطب اللي قاعدين يخرجوا من البلاد بالالاف بالمئات خاصة في الهيامات الاخيرة يظهر اللي تعدى تعمل في فرنسا فهم تقريب ستمية ولا قدام من اللي ماشين غاديكا وهذا الحقيقة مؤسف تمت اثارته تمت اثارة النقطة هذية من قبل بعض النواب في حوارهم مع وزير الصحة ومرة اخرى هذا مجال اخر من المجالات التي تفتقر فيها الدولة التونسية لسياسة واضحة وكأنه من نجمش نقول انه الدولة التونسية وخاصة تقنيي الدولة التونسية في المجال الصحي ما هو شوعين بالخطر هذية لانه رانا نحكيو على ما عندش فاما طب اه طبط اختصاص في العشرة خمستاشر سنين الجايين توا نحكيو على توا نحكيو على فقدين اطبيق الاختصاص في الجيهات راو راو كان بش نكملو هكا راو عاشرة سنين اخرين فقدين اطبيق الاختصاص فقط في تونس كلها دونك ان متأكد انه فما وعي بخطورة المشكلة هذية ولكن في المقابل ما فهم احد شي قاعد يتعمل باش باش ما تصير هالهجرة هذية وهالسرقة هذية بالطريقة هذية كتحكي مع طبيب تونسي وتسألو خاصة المتخرجين جد ولا حتى لي عندهم خبرة معناها في خدمه في مستشفيات تونسية كتحكي مع على اسباب الهجرة يعددلك اسباب اللي تقنعك انت انه لازم يهاجر منها ظروف العمل في المستشفيات التونسية منها نحصل معدات وغير وغير من الاسباب اللي تخليه يهاجر مع الشيخ نفيك صحيح لا لا انا كانت حبراي في الموضوع انا منيش في كل التمشي متاع الطبيب يلزموا يكون وطني ويلزموا يكون ضرش نمو ويلزموا يخدم مهما كانت الظروف ومهما كانت الامكانيات ولازموا ينجم ساعات يحط ساقه لا لا منيش في التمشي هذي بالكل ولكن فما سياسة كاملة يزمها تتعمل ويزم فما خدمة كاملة تتخدم باش يعني الاسباب اللي قدمها الطبيب هذي باش يهاجر طولي معادش موجودة يلزموا يولي يخلص خير يلزموا يخدم في ظروف معينة يلزموا على الاقل يكون متهني على على امنه الشخصي كل مرة طبيب ما كالتراحة كل مرة هذي يزم يكون على الاقل مؤمن من الناحية ويظهر يراه اي واحد مهما تكون الخدمة بتاعه هذي الظروف معناتها ارست حاجة يطلبها باشي نجم يخدم خدمته كما يلزم هات نبداو الساعة من المسائل هذي ومبعد انهم بعد نشوفو انا نقرأ في احتيك في اكتوبر ما عندوش بارش اخر اكتوبر يعني انه ازمة الكوفيد مع مشاكل اقتصادية زيدت 27.6% من اللي تخوب الديبريسيف عند التوينسا و 25.6% من اللي تخوب الانكسيو كان طبع اللوجيك متاع وصير الصح يجيبونا كوتش متاع يوغال الشعب التونسي الكل عالخاطر نرى نتعبين نفس سنين وراه راو يتكلف راك بجتمشي ديما معناتها البسيكياتر ما ديما هما خاموا في المنسيين شينواز اللي حكيت فيها اللي زيني رجيو فيه كحاو معنى هاي مشو الهند نشوفه معناتها شوية اي اي معناتها كنا نتبعوا المنطق متاحهم نقعدوا في حاجة تشبه هي معنى هب معنى نحكيوه على الصحة نحكيوه على الجانب الاجتماعي زيدا وزير شؤون الاجتماعي مالك الزه يكشف انو الوزارة قامت بصحب 62000 دفدر علاج مجاني نحكيوه على الكرني لبيض تم اسنادها بغير وجه حق وذلك في اطار مقاومة الفساد في الادارة واشار رزهي في تصريح لوكيلة تونس فريقيا الانبي انو على انو اعمال التدقيق متواصلة وانو لجين مختصة تولى كذلك التدقيق في بطاقات الاعاقة المسندة لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة وقال لقد انطلقت الوزارة في اطار تجسيم العادلة الاجتماعية في اعتماد مقاربة جديدة من خلال ارساء برنامج للتنقيق يمكن من التدقيق والتثبت عند اسناد الامتيازات الاجتماعية من بينها دفدر العلاج المجاني دفدر العلاج مجاني لدونك الكرني لبيض ماهيش حاجة جديدة على حد علمي زين ماهيش حاجة جديدة ما الوزارة قاعدة منعرش هذي تعليمات رئيس الجمهورية في التدقيق في التدقيق وفي اطار مكافحة الفساد بطريقة بمعنى اشمل وهذا يوين فهم برشا خدمة يزمها تتخدم على خطر فهم عدد كبير من الكرنيات هل نكتفيه بيسحب الدفاتر من غير ما نحاسبه شكون من المفروض فما فما تواصل في العمل نشوفه شكون في اي غروف تم اسناد هاته هال الدفاتر هذي ومبعد تولي متابعة قضائية في المسألة ولكن باهي وانه نحاول قدر الامكان باش كل ما هو اعانة اجتماعية تمشي لمستحقها ولو نحط في وسط هذا دا دعم في نفس في نفس التمشي باهي وانه يصير التصحيح هذي ولكن بمقاييس علمية وموضوعية مش على بناء على الانتماءات والافكار المسابقة بيصلاحات جذرية سيختو باش ما تقعدش مجرد شعارات هاك نكون عمالنا دورتنا في الاخبار لليوم باش نسمعوا بعض شوية عزيز اي الشانج والعزيز باشترزي في out of the box وبعد نرجع مع هاشتاك موسيقى موسيقى موسيقى